ختام اتحاد الكرة النهاردة طلع بيان بيرد فيه على الأنباء اللي خرجت بأنه حصل اشتباك قوي ما بين أعضاء الجمعية العمومية أو عضو الجمعية العمومية الأستاذ عدلي رسلان مع الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس دارة اتحاد الكرة في أثناء النقاش الخاص بدور المحترفين تعالوا نستعرض بيان اتحاد الكرة المصري قبل الختام ونقولكم المعلومات اللي عندنا ونسمع رأيي الكابتن علاء نبيل ونختم تابع الاتحاد المصري ما تناولته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات المنقضية عن حدوث اشتباكات بين أحد أعضاء مجلس دارة الاتحاد وأحد رموز أعضاء الجمعية العمومية يؤكد المجلس علاقته الوطيضة والمتينة بجمعيته وأن الأمر تم تصويره بصورة مغيرة تماما لما حدث مجلس دارة الاتحاد يؤكد ثقته واعتزازه بجمعيته العمومية وأن كرامتها جزء لا يتجزأ من كرامة مجلس دارة الاتحاد اللي حصل اللي تقال حصل في خناقة كبيرة قوي حصلت سواء لفظية ورد على الخناقة اللفظية بالاشتباك بالأيدي ما بين الأستاذ عدل رسلان والأستاذ محمد أبو الوافع بسبب التهديد أو طرح فكرة سحب الثقة من جانب السواء عدل رسلان ورد الفعل اللي حصل اللي تقال فحصلت اشتباكات وحصلت اعتذارات في نفس الجانب يعني بعد الخناقة الكبيرة دي اعتذرة عشان كده الاتحاد بيهدي بالطريقة دي لكن هو بينفي لا هو حصل ده حصل أول مبارك في كلمة في كلمة هتحطها تحتها بيتخط تؤكد انت بتقوله ده ايه بقى احد رموز على الأخير بيصلحوه كلمة واحدة ايه كان ممكن كتب ايه احد أعضاء جماعة وياه لكنها رمز من رموز أعضاء جماعة العظمية كابتن علاء كل موسم محاضرتك بألف خير طيب يعني كالعادة الموسم كان حلو بسبب